مشاهدينا في اولى حلقات برنامج الوان الوان لان كل البرنامجنا بيدوم كل المجالات والالوان والازواء لكل المشاهدين اللي بيشوفونا في برنامجنا هبنقدم كل حاجات مختلفة عشان كيسا مناه الوان لان اللون لونك انت اللون اللي انت بتحبه وفي حلقتنا النهاردة بنتكلم عن التبريد والتكيف كل انواع التكيفات وانواعها وصيانتها وممكن ايه افضل انواع نحن نجيبها لو هنجيب تكيف او طريقة الصيانة عاملة ازاي وده هنعرفه النهاردة مع صاحب شركة كيمو للتبريد كيمو اير للتكيفات والتبريد مع صاحب الشركة استاذ كريم رمضان اهلا بيك استاذ كريم اهلا سلام فنديم بش مهندس كريم اعلى سلام اول حاجة بس عايز اسأل حضرتك فيها نشأة الشركة كانت ازاي هل ده تخصص حضرتك اصلا ولا يعني حضرتك صاحب شركة عملت المشروع لا الله يا فهند بالحاجة بفضل الله يعني سمه والدي طبعا الله يرحمه عليه رحمه الله الله يرحمه هو السبب في دخولي المجال وانا من صغره دخلتي بعد مدرسة العددية دخلتي دبلوم صناعة فوتبريد وبدأت أتضرر في مراكز الصيانة في السوق ونزلت بعدها كملت ربنا كرمنا كملت دخلت معادي السلزان الإطالي تكيف تابري برضو نفس التخصص وبعدين بدأت نزلت أشتغل في السوق أول ما فتحت فتحت مركز صيانة وبعدين حبيت أطور من المجال وهوسع وربنا أكرمني وفتحت شركة وبقيت وكيل معتمد لشركات من ضمنها شركة شاربو وتورنيدو والحمد لله بدأت بدأت أكبر المشروع وبقيت الحمد لله بقيت شركة وبفضل الله والدي الحمد لله يعني حضرتك مش بنصنع في الشركة التكيفات لا لا إحنا مش تصنعها يا فندي إحنا هو وكيل معتمد للمصانع لبعض المصانع تمام وكيل معتمد طب إحنا دروقتي نزل صور لحضرتك معنا على الشاشة كان في مؤتمر حضرتك موجود فيه ممكن تكلامنا عن المؤتمر برضو ده كان إمتى وكان لقاءه إيه ده لقاء شركة العربي شركة العربي بتحتفل مع موزعنا بكل سنة فبتعملنا مؤتمر فإن كان في أي فندم الفنادق فإحنا بتبقى موجودين فيها كل الوكلة على مستوى الجمهورية تمام تمام كانت كلمة حضرتك إيه في المؤتمر إحنا والله بنتتكلم على أساساً بالشركة بتطرح معنا بعض الأسئلة إيه المشاكل اللي بتوعيها هنا بما أننا إحنا اللي بنركب الأجهزة بما أننا إحنا بتعبيرنا الصيانة بتعبيرنا الأعطال ففيه أي مقترحات بنقدمها للشركة في أي أعطال في حاجات بنتجنبها مثلاً في المنتج اللي بعده في الموديل اللي بعده فبنبدأ نطرحها على الشركة والسادة المسؤولين وبعد يبدأوا في الموديل اللي بعده يتفادوا الأعطال دي لأن إحنا واجهة نظر اليوم في السوق إيه الأجهزة اللي هي ممكن تفهمها مثلاً مشاكل بيتقابلنا إحنا كشركات كفنيين بيتقابلنا فبنقدر نواجهها اليوم وهم في الموديل اللي بعده فبتبدأ تضغير يعني كل ما ينزلوا موديل جديد بيغيروا في الحاجات لو فيها بالزبط أوه في مشاكل الكارات في الموديلة خلوه ما بيفضلوش على نفس اللي لا بيغيروا بيتطوروا من نفسهم طب ممكن أعرف بقى إيه أنواع التكيفات اللي هداك مثلاً بتحب يعني تشتغل فيها على طول وإيه أكتر دايماً اللي بيقوا مطلوب هل التكيفات اللي بتبقى في البيت أكتر ولا الشركات والله فاندي بترجع حسب المكانية الأنواع كلها يعني في السوق طبعاً فيه أكتر من ماركة في السوق طبعاً أنا وكيد لكذا ماركة من ضمنهم شرب وتورنيدو في ماركات كتير تانية كارير ويون إير وجري في ماركات كتير كل موديل بيختلف عن التاني طبعاً بما إن أنا وكيد للعربي طبعاً هقولك شرب بس فعلاً حياة جهاز يعني واحترم خدمة بعد البيع بالضبط خدمة بعد البيع ممتازة شغالي في بعض الموديلات التانية طبعاً كون ده متوفرة عندنا نطلع فيه أجهزة في موديلات أصلاً في رستان حسب الأماكن المكان هو اللي بيحكم فيه مكان مثلاً في مساحات كبيرة مثلاً ومش عايز وعند الحيطان فيها شغل وكام ده كله ممكن أركب في رستان تمام تمام ده من المساحات الكبيرة بيبدأ مثلاً من خمسة حصان تمام فيه موديلات تانية مثلاً للشركات أو الكلام ده أو فيلل أو أي حاجة فيه كونسيلد تمام يعني كل مساحة بكل هاته كيف آه طبعاً يعني مثلاً لو جاز واحد مصي بقى غرفة صغيرة 12 متر ما ينفعش حط واحد ونص في مساحة مثلاً 30-40 متر يعني حضرتك قبل يعني أنا كحد المتصر عليك مثلاً لشركة كيمو إير عاوز تكييف مثلاً لشائتي طبعاً حضرتك بتيجي الأول تشوف بنبعد نعمل معينة للغرفة اللي هيركب فيها ونقول لحضرتك المكان المناسب اللي هيركب في الجاز والكدرة المناسبة للمجان عشان العمال بالضبط يعني نازم بيجي حد من عندكم في الشركة بناء عليه بنحدد المساحة والكدرة حسب المساحة المكاني اللي بتحكم عشان ما ينفعش المساحة مثلاً 30 متر حطولها جاز واحد ونص عشان الجاز برضو ليه أحمال حلارية ولازم يفصل ويجيبها ويحق الدرجة طب إيه بقى ممكن الحاجات اللي أنا كمستخدم للتكييف في البيت عادي جداً إيه الحاجات اللي أنا ممكن أعملها يعني تحافظها التكييف أكتر يعني تخليه يقيش معي أوقت أكتر سنين أكتر رقب واحد طبعاً موظم العملاء بتروح مشتغلها الجهاز مثلاً الأول كان في 16 بس حالين الوقت بقت أقل لدرجة 20 فالناس كانت بتسيب جهاز 16 وتسيب باب مفتوح كل ده الكلام بيهلك في عمر الجهاز بالظبط ده ما ينفعش طبعاً ده من الأسباب الخطيئة طبعاً اللي بتأدي إلى إتلاف الكباس لأن الجهاز أصلاً ما بيفصلش مفروض أن الجهاز بيحقق درجة بيريح تمام؟ بيريح عن نتيجة إيه؟ إن أنا كن قفل الباب وزبط ده لها كن درجة مثلاً عايزي درجة 24 تمام؟ حس 18 و16 والكلام ده كله أنا محتاج بطانية طب أنا ليه أخلي التكييف يهلك نفسه ويهلك الكهرباء بالظبط في الحر أكون مفتخدم بالظبط فأنا ليه أنا المفروض الدرجة المناسبة من 22 إلى 24 تمام؟ وأقفل باب بالغرفة نحن نكمل بس الكامل الحين بنقوله عن العوامل الممكن تحافظ على التكييف لكن بعد تعليق حضرتك على الصور اللي بتتعرض معنا دلوقتي على الشاشة ده كانت صور المؤتمر دي كانت صور المؤتمر آه طمام دي كانت مؤتمر الشركة بجريه إيه ده حضرتك بتنزل بنفسك؟ آه آه يا فنلم بنزل في الشغل بنفسي طبعاً مع الفنيين رائع جداً يعني الحمد لله مش موضوع صاحب الشركة وخلاص لا يعني الحمد لله بنزل مع الفنيين الشغل ولازم طبعاً برضو أتابع معهم الشغل ده أنا في مكتبي مثلاً آه صمام؟ مش لازم إننا دايماً بقى في المكتب لا فيه شغل لازم أنزل بنفسي وبشتغل بنفسي لو أستدع الأمر أهم شيء اللي حاجتي بمزبوطة وراحة عملاءنا طبعاً أهم شيء بقولنا حضرتك آآ 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 يعني بتنزل بنفسك بنزل بنفسي واشتغل بنفسي طبعاً بنزل بنفسي شغل بنزل بشغل عادي جداً زي زي الفنيين ببقى واحد منهم عادي جداً مفيش اختلاف بيننا ما فيش إننا صاحب شركة وهم ناس شغالين معايا لا إحنا كلنا أسرة واحدة مع بعدينا وكلنا بنكمل ببعض وإحنا بننجح بيهم إحنا بننجح بيهم برضو يعني لازم كلنا الشركاء مع بعض وكنا لازم نبقى إيد واحدة بالظبط كده بس كنا حضرتك بتنزل بنفسك فده أكبر دليل على إن انت مهتم بالشغل بفضل بالظبط الحمد للهو الهدف طبعاً راحة العملاء الهدف إن انت بتقدر سالة لازم تعمل شغلك على أكمل واجه لازم ببقى أنت حابب المجال نفسه مش موضوع أن انت داخل تجارة وخلاص يعني في ناس كتير داخلها تجارة وخلاص بس معايا فلوس بتشغلها بتعمل شركة تكيف أو بتعمل مشروع خلاص الهدف منه اللي هو المال لكن الحمد لله في الله ده خصص من صغري يعني من ولادتي من صغري من ساعة ما دخلت التعليم ودخلت أنا تخصصت في المجال وفضل الله الحمد لله يعني الحمد لله إحنا نلجع نكمل كلامنا بقى عن إزاي إن أنا بحافظ على التكيف بغض النظر طبعا عن أنا ممكن نقفل الباب أو سيباب مفتوح لإن إحنا إغلبنا بيعمل كده بزبط ممكن يكون عارف الاستهوان أو لو ما هي حصل إيه يعني بزبط مفروض برضو إن العميل يقول لك مثلا طبعا القوضة مثلا عندي كبيرة بس أنا عايزة أحط واحد ونص طبعا أنا قدر أقول له عشان الماديات مثلا معا مش مكملا ونجيب بقى أفضل طبعا ده مصح يعني أنا بنصح أي حادي طبعا المساح عادي بالزبط بالزبط كده أنا إن الجهاز مش هيريح مش هيفصل مش هيحقق درجة أنا مش هحس بيني يبقى أنا باهلك في كهربا فطورة كهربا بتجي عالية باهلك في عمر الجهاز العمر الإفتراض وليكن عشر سنين هيتخليه خمس سنين بجانب إن إنت مش هتحس في تكيف كويس طب حضر لك جالك حاجات زي دي حالة زي دي كتير طبعا بينا حلاك كتير زي كده وبتنحق لهم رضبطهم لا بنصح العميل طبعا لازل ننصح العميل هل هو في عملة بتاخد وفي عملة تقتنع وفي عملة مصممين على رأيهم خلص بصمم عرضه ما ينفعش إن أنا أركب له في مساحة زي كده طيب إيه بقى الحاجات اللي أنا يعني غير اللي إحنا ذكرناها إيه الحاجات اللي ممكن أنا كحد مستخدم بدون دراية إن أنا أعملها ممكن تباوز التكييف أو يبوز معي بسرعة لسه هو حتى كامل لسه في الضمان أو ما أخدش وقته اللي بياخده على طول طبعا أنا أصبت درجة معينة حاليا دلوقتي الدرجة دابعا كون لازم قلت لحضرك في الأول إن الدرجة عشرين ما بتنزلش عن كده من 28 مفروض أنا أخلي الدرجة المناسبة 24 مثلا 24 مناسب جدا مع استمرار غلق باب الغرفة دي أهم شيء دي أهم شيء إن هاي بنتكلم فوق كتير من العملة بيقع في الخطأ ده أهم شيء لازم يكون بها بمقفول هو مش بيصرب في الريون زي ما الناس بطبط لك أصل في رون هيصرب لأ هو ما بيصربش في الريون هو بيصرب التبريد اللي موجود في المكان فبالتالي مش هحقق الدرجة يعني عاد في مكبس الضبط هيفضل شغال عشان يحقق الدرجة اللي انت طلبها له ما هو فيه سنسور بيحس بالدرجة طالما ما حاسش بيها الجهاز يبدأ تشغال مباشر صح جدا لكن لو مقفل الباب هليبدأ المشاهدين لكل بيسمعونه طبعا وأنا أول حد بينصح نفسه إن إحنا لازم نقفل الباب على المكان اللي فيه التكيف عشان خاطر يحق الدرجة زي ما أستاذ كريم بيقول يحقق درجة التبريد وميكونش التكيف بتاعنا مستهلك على طول هو فيه الفلتر فيه فلترين جوا جهاز في الوش بطري في أي عميل سهل بيعرف ينظفهم مع السمرار كل شهر الفلتر دا يتنظف يتغسل ويركة بمكانه تاني في بعض الموديلات الشهر بالحليسة أنا كمستخدم أنا اللي بعمل ده هادي ده فلتر عادي يعني دي مفروض للجهاز برضو عشان يديك هوا عشانتك إحنا معانيها برضو الصور التكيفات هنكامل كلام حضرتك بعد الصور تمام ده بقى تكلمنا طب طب تمام نص الحد خمسة حصون حسب المساعة المعاكة الحد خمسين متر ده خمسة حصون برضو ده كهير اه ده طبعا تجهزات شغل تجهزات ده كنت لسا قولها ده دي كاي تجهزات قبل اه فيه طبعا اماكن بتحتاج ان احنا برنام معينة حد مثلا في عميل بيشطب فيلا بيشطب شقة شركة بيتشطب فبنيجي مثلا عشان اماكن انا ولكن انا عايز احط الواحدة هنا الفانة هنا مثلا والمانور هنا فمش معنا طبعا همشي الموسير على الحيطة هنا فبنعمل تجهزات الاول بنتفن الموسير اه دي كنت لسا اصلا على الصور دي يعني يرفع للتاكيفات ان الموسير تبقى بالضبط جوه الحيطة بتعمل طبعا بالخامات عالية جدا ده لازم يكون بيتم والمكان لسا بيجلس بتشطب اه المكان بيتشطب طبعا يعني لازم مكان ده يتم والمكان بيتشطب تحت التشتيب لان احنا بمشي بوصير في الحطار وتحت السيراميك قبل السيراميك مايركب بنمشي موسيرنا تحت دين طب لو حد مشطب اصلا خلاص وحبي اه لا خلاص بيبقى الوضع قائن بقى بيركب على الوضع القائن بنشوف انسب تركيب انسب مكان للتركيب والموسير تبقى بينا والحضارة فيه اماكن بتبقى بينا طبعا طبعا طيب اه حضارك احنا كنا نكمل كلمنا وكنا حضارك بتكلمني عن احنا ازاي هنحافظ على التعكيف بتاعنا تمام غير بقى ان احنا نقفل الباب والحاجات بالضبط نقفل الباب واهتمام بس بنظفة الفلتر اه والسيانة الدولة طبعا المفروض مع بداية السيزن بطاعة السيف تمام بيدي طبعا بتتصل بالشركة اللي حضارك بتعادل معها او اي شركة تمام بيجي اعمل لك سيانة الجازلة تنظيف الوحدة الخارجية طبعا طبعا تنظيف الفلتر او غسيل الوحدة حسب من الجهاز متطلب تمام ويبدأ الجهاز يشتغل معك عادي تاني بطبيعته كأنه بديم كأنه بديم همشي السيانة الدولية دي معلش هسأل حضارك تاني ده مفروضي انا كمستخدم اعملو كل قدقية كل سيف مع بيجة السيف مع بيجة فصل السيف يعني كل سيف يعني مفروض دواء مع بيجة فصل السيف كل سنة يعني بالضبط كل سنة طيب احنا بقى وقت تركيب التكييف بياخد وقت مدينة قدقية يعني انا ممكن اتصل على شركة كيموئير انا عاوز التكييف كذا كذا ومساحة عندي كذا كذا عاوزوا دلوقتي فنيجي واركيب دلوقتي ويشتغل دلوقتي ولا لازم تجيبات من قبلها لا لا يفهند بالحمدلله برضو احنا عندنا برضو خلال 24 ساعة بعد الاتصال بيكون تمت المعانا وتم التركيب كمان حسب المكان تماما يعني فيها مكان ببقى مثلا مش محتاجة تجهيز خلاص المكان مناسب انه يركب عادي كده خلاص تماما فبيركب على طول ما فيش ادنا مشكلة خالص يعني انا ممكن يعني لو اتصلت على حضرتك النهار ده ممكن يجي حد يعاين يشوف ويرجع تاني يجيب التكييف المناسب للمكان ويتركب في نفس الوقت طيب طيب سيونة التكييف بقى نفسها سهلة يعني لأ لو انا عايز اعام سيونة في الشركة مش انا اللي عاملها بنفسي ثمام طبعا تاخد لانا وقت مثلا لو انا عايز احد من الشركة يعمل هاي الي تاخد وقت ولا نص ساعة مثلا بيبقى عندكم ولا عند العميل عند العميل فان لو الجهاز فيه مشكلة كبيرة ومتطلب ان الجهاز يتفك وينزل عندنا الشركة ما فيش مشكلة طبعا العربية بتروح والفانين بيروح يفكوا الجهاز ويجبوها عندنا الشركة بتصلح وبرجع العميل تاني يوم او تالت يوم حسب العطل وحسب الشغل اللي في الجهاز ايسا بس اكلم مشاهدينا احنا معنا على الشاشة اه ارقام تريفون شركة كيمو اير ومعنا دلوقتي مداخلة استاذ هشام الو أهلا بحضورتها خير مشاهدي اهلا بحضورتك استاذ هشام ا marche انا فاني انا بالله بالصطفة بتفرج لقيتبانس كريم فان عميل عنده كنت باركيب عن تكيفات طمام يعني حضرتك استاذ هشام عميل عند استاذ كريم مواقد من عنده تكيفات لا بقى د אנت تقول لنا بقى اي رأيك وحضرتك في التكيف فعلا ان واحد يشتري من واحد ثقة يكون موضع معتمد زي البانس كريم وتركباته كويسة وخدمتنا بعد البيئة عنده ممتازة جدا إنسان محترم جدا في التعامل صادق في التعامل فدي أهم حاجة نقطة مهمة جدا تسلم يا أستاذنا والله يا الفاضل تسلم يا أستاذنا الفاضل فيها بجد وديش هادة نعتزي بها والله ونفتخر بها طبعا إن حضرتك والله أنا معرفش حضرتك والله مش متذكر حضرتك بس طبعا ده شرف لي إن حضرتك تبقى تبقى شوفني بالصدفة على هوا كده وتابع المداخلة والصراحة ديش هادة أعتزي بها ربنا يخليك أستاذ هشام تسلم تسلم يا أستاذ هشام ربنا يبارك لك يا رب تسلم حضرتك تكلموا بقى بعد الهوا حضرتك تكلموا عشان لازم يكون عارف مين أستاذ هشام بإنه أكيد عنده عملة كتير أسماء متكررة آخر سؤال معينا عاوزة أعرف أنا كعميل إيه المميزات لشركة كيمو إير بتقدمها تخليني أنا أكون عميل زي أستاذ هشام كده الناس اللي حابت حضرتك وحابت تعمل معك الحمد لله طب أصدر ربنا إيه المميزات اللي الشركة ممكن تقدمها والله زي ما أقول حديك الحمد لله طبعا أنا بنقدم طبعا سعر طبعا سعر مناسب طبعا جدا بنقدم طبعا جودة هم شيء بنهتم بالعميل وبنتمع مع خدمة بعد البيع الجاز في مشكلة مثلا بيكلمنا مرة واثنين وتلاتة ونروح عادي مرة واثنين ما فيش أدنى مشكلة خالص وبوصد مشكلة تتحلي بنحلها له والإنجاز بقى فإن أنت بتنجازه في الوقت ساعات مثلا عميل بقى عايز جاز مثلا نركب النهاردة أو طبعا في شركات بتدينها وقت وضعت دينها تلفونات ومواعيد ومبدأ ما بيتمش بالزبط كده الحمد لله أكيد طبعا أنت شفت معنا في البلنامج فأكيد طبعا أنت عارفة إن إحنا مواعيدنا بفضل الله طبعا بنلتزم بها على قد ما بنقدر بفضل الله يعني تمام بشكر حضرتك أستاذ كريم أنت كنت معنا النهاردة للأسف وقتنا خلص بسرعة مشاهدينا الأعزاء مشاهدينا الأمر اللي بيشوفونا وعملت أستاذ كريم طبعا اللي بيشوفونا كنت معنا النهاردة في برنامج ألوان استنونا في حلقة جديدة من برنامج ألوان في نفس المعيد وفي نفس اليوم مع السلامة اشتركوا في القناة